مرحبا أصدقائي وأهلا بكم بحلقة جديدة من سلسلة الخوارزميات التحسينية بحلقة اليوم رح ندرس واحدة من أوائل الخوارزميات وهي خوارزمية الديكيسترالجورثم تم اختراعها الخوارزمية الجميلة بعام 1956 لذلك فهي خوارزمية جدا قديمة وتعتبر مرجع للعديد من الخوارزميات اللي تم اختراعها بعد ذلك فكرة هي الخوارزمية جدا بسيطة لكن فعالة وقوية بنفس الوقت مثل ما رح نشوف بهذا المثال وبهذا المثال ردنا نوجد أقصر طريق مؤدي من ال-A إلى ال-F أول شي بحوارزمية الديكيسترالجورثم سوون جدول على المحمر الأفق هنا تكتبون جميع النقاط من ال-A إلى ال-F وعلى المحمر العمودي هنا رح نكتب النقاط اللي نمشيهم هسه هو بالسؤال ردنا نوصل من ال-A إلى ال-F فشنو هي أول نقطة رح نبدأ منها؟ أول نقطة رح نبدأ منها هي ال-A نكتب ال-A بهذا العمودي هسه ردكم تركزون وياي شون نحسب المسافة بهذا الجدول نجي نقارن هاي النقطة وبكل النقاط اللي كتبناها بهذا الصف من ال-A إلى ال-A جقد المسافة نقدر نتأكد من الرسم ورح نشوف أنه من ال-A إلى ال-A نفس هي صفر ونقدر نستندجها منطقيا أنه دائما من النقطة إلى النقطة نفس هي صفر فمن ال-A إلى ال-A هي صفر من ال-B إلى ال-B هي صفر من ال-C إلى ال-C هي صفر وهاكذا فنكتب أنه المسافة من ال-A إلى ال-A هي صفر ونكتب بصفها أي صغيرة حتى نتذكر من مين جدت هاي الصفر ممكن واحد يسأل ليش نكتب هاي الأي الصغيرة؟ شون فائدتها؟ فائدت أنه نكتب النقطة اللي احنا جايين منها حتى نعرف بالنهاية احنا مين نجييني مثل ما رح نشوفه بهذا المثال النقطة التالية هي من ال-A إلى ال-B من ال-A إلى ال-B هي جقد المسافة؟ نرجع للرسم من ال-A إلى ال-B المسافة بينها تنهية نركز انه احنا كتبنا أنه المسافة إلى ال-B هي 2 من الطريق القادم من ال-A ما ننسى أنه دائماً نكتب قيمة الطريق ومين جاي هذا الطريق النقطة التالية هي من ال-A إلى ال-C من الرسم من ال-A إلى ال-C المسافة هي أربعة فنجي نكتب هنا أربعة وما ننسى طبعاً أنه نكتب ال-A هساي رايتكم أتركزون وي alterninks السحنة من ال-A أدنى طريق ال-B والطريق إلى ال-C كتبنا 2 وكتبنا أربعة الانضرب 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 الانض إذا نحسب الصفر فحنا بكل حالة رح نروح من A إلى A ومن A إلى A نفسه فلذلك الصفر هذا ما ينحسب ناخذ فقط الطرق اللي بيها قيم اللي هي ال-B وال-C وطبعاً نجاها للإنفينيتي أيضاً فسا من ال-A رح نتجه إلى ال-B لو نتجه إلى ال-C نتجه من ال-A إلى ال-B اللي قيمته 2 لو إلى ال-C اللي قيمته 4 نتجه إلى الطريق الأقصر لذلك وين رح نتجه؟ رح نتجه من A إلى B الطريق النمشي منه بعد ما نرجع لي لذلك ش رح نسوي؟ رح نحدد ال-B ورح نقول إنه إحنا رح نمشي حالياً إلى ال-B فنكتب ال-B هنا وننزل قيمة ال-B اللي هي 2-A مباشرةً اللي هي الطريق الأقصر المؤدي إلى ال-B اللي هي 2 من ال-A ونقشرة أيضاً إسا شنو الطرق الطالعة من ال-B؟ من الرسم ال-B عد نطالع إلى ال-C وإلى ال-E وإلى ال-D نجي نحسبهن كلهم من ال-B إلى ال-C جد؟ من ال-B إلى ال-C هو واحد لكن هل نكتب واحد مباشرةً؟ لا، ش رح نحسب؟ نحسب قيمة الطريق المؤدي من ال-A إلى ال-C يعني من ال-A إلى ال-B إلى ال-C ليش؟ لأن إحنا بهاي الحالة مشينا من ال-A إلى ال-B بعدين مشينا من ال-B إلى ال-C لذلك رح يكون قيمة الطريق هو 2 زائد 1 اللي هي 3 فنكتب إنه قيمة الطريق من-B إلى-C هي 3 وبس ثلاثة هي شي؟ لا، إحنا تعودنا إنه نكتب من جاي هذا الطريق فمن جاي هذه الثلاثة؟ جاي من ال-B نسوا مراجعة سريعة حتى ما نخربط لأنك بالخطوة الأولى مشينا من ال-A إلى-B هذا من ال-A إلى-B راح نحفظه أي قيمة جديدًا زيّدها راح نزيد على قيمة الطريق من-A إلى-B اللي هو شخص؟ اللي هو اثنين إحنا من قلونا نهتس من ال-B إلى ال-C هي 3 يعني شنو؟ يعني إحنا ده نحسب من طريق البداية يعني إحنا ده نحسب من ال-A مو من ال-B فقط فرحنا من ده نقول إن pais وصلنا إلى ال-C إحنا مبيديننا من ال-B إحنا بدينا من ال-A اللي هي من الأي مشينا إلى البي بعدين من البي إلى السي لذلك قيمة الطريق رح تكون اثنيا زائد واحد اللي هي ثلاثة قيمة الطريق المؤدي من البداية إلى السي مو من البي إلى السي فاكتبنا أنه قيمة البي إلى السي هي ثلاثة وهاي البي شنو؟ هاي البي حتى نعرف أنه احنا اجينا إلى السي من البي لأنه ممكن بعض الأمثلة تكون بها طرق هواية فهو بيقولك هل أنت وصلت إلى السي من البي لو من الأي قبض فاحنا نكتب هاي البي حتى شنو حتى نقول له أنه إحنا وصلنا إلى السي قادمين من البي وهكذا إذا إحنا كملنا الطريق المؤدي من البي إلى السي الطريق الآخر هو من البي إلى الدي من البي إلى الدي وحسب الشكل قيمة الطريق بينناتين هو أربعة لكن نكرر هل إحنا نكتب أربعة فقط؟ لا رح نكتب شنو؟ رح نكتب من الأي إلى البي إلى الدي اللي هي 2 زائد أربعة فرح تكون قيمة الطريق 6 وما ننسى طبعا أنه نكتب البي اللي هو يوضحنا أنه إحنا وصلنا إلى ال-D قادمين من ال-B الطريق الآخر من ال-B هو من ال-B إلى ال-E الشكل يوضح أنه من ال-B إلى ال-E هو 2 ونزيدها الـ 2 اللي إحنا جينا بيها من ال-A إلى ال-B راح تكون 2 زائد 2 اللي هي 4 هسا عدنا طريق الأخير هو من ال-B إلى ال-F هل عدنا طريق مباشر من ال-B إلى ال-F؟ ما عدنا لذلك نكتب أيضاً infinity هسا بين كل الطرق الطالعة من ال-B اللي هي من ال-B إلى ال-C ومن ال-B إلى ال-D ومن ال-B إلى ال-E شن الطريق الأفضل؟ شن الطريق الأفضل بين ال-3 وال-6 وال-4 الطريق الأفضل كالعادة هو الطريق الأقصر لذلك راح نمشي من ال-B إلى ال-C ومثل ما تعودنا شرح نسوي راح نحدد ال-C ورح نقول إنه إحنا بالخطوة الجاية راح نمشي إلى ال-C وشنسوي مباشرة؟ إن نزل قيمة ال-C طبعاً شباب الطرق نمشي بيها ما يحتاج نرجع نكررها فهنا الصفر A بعد ما يحتاج نرجع نكررها نعتبر هذا الصر هو كله صفر A وهذا الصر كله هو 2A وهذا الصر كله هو 3B وهكذا لذلك إحنا من نجي نكتب وننزل هذا العدد ناخد بس الأرقام اللي وراء لذلك إحنا عدنا من ال-C وين راح نتجه؟ راح نتجه من ال-C إلى ال-D وال-E وال-F فقط لأن ال-A وال-B وال-C انتهن إحنا من ال-C وين عدنا طريق مفتوح؟ من ال-C عدنا طريق مفتوح إلى ال-D نجي نشوف هل عدنا طريق مباشر من السي إلى الدي ما عدنا طريق مباشر احنا تعودنا من ما عدنا طريق مباشر نكتب انفينيتي لكن هل نجي هنا نكتب انفينيتي لا ما رح نكتب انفينيتي ليش؟ لأن احنا كل قيمة نكتبها شو نسوي؟ نقارنها وين القيمة السابقة إلها يعني نجي نقارن هاي القيمة بهاي القيمة من الأصغر الانفينيتي لو الستة طبعا الستة هي الأصغر فاش رح نسوي؟ رح نمسح الانفينيتي وننزل الستة B يعني إذا بالخطوة دي نمشيها ما لقينا قيمة أفضل شا نسوي؟ ننزل القيمة السابقة نفسها هاي من السي إلى الدي الطريق الآخر هو من السي إلى الدي قيمة الطريق من السي إلى الدي هو شغل؟ قيمة الطريق حتى نوصل من الدي إلى السي هي ثلاثة B نحن مطلعناها قلنا أن أقصر طريق مؤدي من الدي إلى السي هو ثلاثة يعني سحنا وصلنا من الدي إلى السي اللي هي من الدي إلى الدي إلى السي قيمة الطريق هي ثلاثة إذا أحنا ريجبنا أوصل من السي إلى اللي هي ثلاثة مرتلة فش رح تكون؟ رح تكون 2 زائد 1 زائد 3 اللي هي 3 زائد 3 ستة فهل جي نكتب من السي إلى اللي هي 6 فنفس الحالة السابق إذا كتبنا هنا ستة و كتبنا إنه إحنا جايين من السي ش لازم نسوي لازم نقارن هاي الحالة بهاي الحالة بالسؤال اللي داخله إحنا اللي ريجب من عندنا الحل الأقصر من الأحسن الستة إلى الأربعة الأحسن هو الأربعة لذلك ش رح نسوي أيضاً رح نمسح الستة وننزل الأربعة نفسه مثل ما سونا بهذه الحال نمسح الستة وننزل الأربعة بيه نفسه هساً من السي إلى الأف هل قدنا طريق مباشر يؤدي من السي إلى الأف؟ ما قدنا طريق مباشر يؤدي من السي إلى الأف لذلك شنسوي؟ نكتب إنفينيتي فساً بحالة السي قدنا طريقين أما نتجه من السي إلى الدي لقيمة الطريق ستة أما نتجه من السي إلى الإي لقيمة الطريق أربعة وين رح نتجه؟ رح نتجه طبعا إلى الحل الأقل اللي هو الأربعة يعني رح نمشي إلى ال-E نحدد الطريق وش نسوي؟ ننزل E هنا وننزل قيمة الطريق اللي هي أربعة B وكلا عادة شباب هذا الحل انته فسعدنا طريقين من ال-E إلى ال-D ومن ال-E إلى ال-F نجي واحد واحد من ال-E إلى ال-D بالبداية احنا حتى وصلنا لل-E كتبنا هنا أن القيمة هي أربعة واحنا جايين من ال-B يعني احنا مشينا من ال-A إلى ال-B إلى ال-E مش قد القيمة هي 2 زائد 2 اللي هي أربعة إذا سري نتجه من ال-E إلى ال-D لازم ش نسوي؟ لازم نزيد هاي الأربعة اللي جاي من هاي ال-2 زائد هاي ال-2 وثلاثة اللي هي قيمة الطريق بين ال-E وال-D رح يكون المجموع همه أربعة اللي هو حاصل جمع 2 وثنيا زائد ثلاثة رح يكون المجموع همه سبعة رح تكون قيمة الطريق من ال-E إلى ال-D هو قيمة الطريق الواصل من ال-A إلى ال-E بالبداية اللي هو الأربعة زائد قيمة الطريق من E إلى D اللي هي 3 رح يكون المجموع هم و 7 يعني هل نجي نكتب هنا مباشرة 7A إذا سوناها يجي فإحنا لازم ش نسوي نقارن القيمة بالقيمة اللي قبله نجي نقارن هل 7 أفضل من 6 السبعة مو أفضل من 6 الستة أفضل ليش إلا نحن دل نبحث عن الطريق الأقل لذلك ش نسوي نمسح السبعة E وننزل الستة B مرة ثانية هل س مني ال E إلى F هل عدنا طريق مباشر E عندنا طريق مباشر وقيمة شجد قيمة 2 قيمة الطريق الواصل من A إلى E اللي هو 4 اللي هو 2 زائد 2 زائد قيمة الطريق الواصل من E إلى F اللي هو 2 رح يكون 2 زائد 2 زائد 2 والمجموع رح يكون 6 فنجي نكتب هنا 6 والطريق قادم من E نلاحظ أن الستة طبعا أفضل من الانفينيتي لذلك ننزل الستة E ونخليه نلاحظ أن نحن وصلنا إلى الحل الأخير وصلنا إلى F لذلك شنو؟ لذلك انتهى الحل نحدد الـ F ونكتب الـ F هنا حتى ننزل بي القيم الأفضل اللي هي شنو؟ شنو اللي نقدر نفهمه من هاي النتائج اللي طلعناه نقدر نقرأ الجدور كالتالي أقصر طريق ممكن يوصلنا إلى الـ B قيمة 2 جاي من الـ A إذا نرجع للرسم رح نلاحظ أنه فعلا أقصر طريق من البداية إلى الـ B قيمة 2 جاي من الـ A أقصر طريق يوصلنا إلى الـ C قيمة 3 جاي من الـ B فإذا نرجع للرسم رح نلاحظ أنه فعلا أقصر طريق ممكن يؤدي إلى الـ C هو قيمة 3 جاي من الـ B اللي هي 2 بـ 1 عدنا طريق اللاخ اللي هو الأربعة بس قيمة شنو؟ أعلى يعني نحن نسونا نحن لقينا القيمة الأقل نحن لقينا الطريق الأقصر نفس الشيء للـ D أقصر طريق مؤدي إلى الـ D قيمة 6 جاي من الـ B هذا الـ D أقصر طريق جاي من الـ B يعني 2 زائد 4 اللي هي 6 أقصر طريق مؤدي إلى الـ E قيمة 4 جاي من الـ B هاي الـ E أقصر طريق مؤدي إلىها جاي من الـ B يعني شنو؟ يعني 2 زائد 2 اللي هو 4 واهم شي اللي جايناه هو نقطة الهدف اقصر طريق مؤدي الى نقطة الهدف هو الستة جاي من ال اي يعني شنو؟ يعني هاي ال اف احنا جايناها من ال ا رح تكون قيمة الطريق هي ثنيا زائد ثنيا زائد ثنيا اللي هي ستة واحنا كاتبينه هنا انه هي ستة قادمة من ال ا فبشكل اوضح الطريق معرتنا رح يكون من ال اي الى ال ب ومن ال-B إلى ال-E ومن ال-E إلى ال-F هي جيكون مثالنا خلص قدرنا نوجد الطريق الأقصر بين ال-A وال-F وقدرنا نوجد الطريق الأقصر بين ال-A وجميع النقاط الموجودة عندنا أتمنى يكون المثال سهل وشرحي واضح أي سؤال أو استفسار تقدرون تكتمون بالتعليقات وإن شاء الله يجاوب عن الجميع أدعوكم الاشتراك بالقناة وانتظر الحلقات القادمة اللي نحن نشرح بها خوارزميات ومواضيع وامثلة أكثر ومنا لمن نلتقي بالمرات القادمة أتمنى تكونون بخير ونلتقي إن شاء الله بالحلقة القادمة